موسيقى هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو حلقة جديدة من عين على عمان ورحب بكم أنا أحمد الكندي وهذه عنوينها افتتاح أول طريق بري يربط بين عمان والسعودية وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار مجلس الأعمال العمانية السعودي يشكل ستة لجان تواكب رؤيتين البلدين المستقبليتين في اجتماعه الثالث هذا العام في مسقط وشركة تنمية نفط عمان تفتتح مشروع جبال خفة بقدرة إنتاج تبلغ 5 ملايين متر مكعب من الغاز وقرابة 20 ألف برميل من النفط مؤتمر التحفيز الاقتصادي يوصي بإنشاء برنامج توازن اقتصادي وتخفيض فوائد القروض تابعونا بعد فقرة إخبارية سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان ارتفاعا في إجمالي الإرادات العامة بنسبة 28% حتى نهاية شهر اكتوبر الماضي متجاوزا الثمانية مليارات ريال مدفوعا بتعافي أسعار النفط وانخفض عكز الميزانية العامة للدولة بنسبة 63% مسجلا مليار ريال عماني أعلنت غرفة تجارة وصناعة عمان عن الاتفاق على تأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار القابضة برأس مال قدره 10 ملايين ريال عماني وتعناب الاستثمار في الأمن الغذائي بسلطنة عمان والبحرين وتساهم الغرف التجارية في البلدين بنسبة 10% خلال مرحلة التأسيس وستكون الشركة التي ستتخذ من مسقط مركزا لها مناصفة بين رجال الأعمال من عمان والبحرين انخفض عدد المسافرين بنسبة 26% بمطارات سلطنة عمان في مسقط وصلالة وصحار والدقم بنهاية سبتمبر الماضي إلى حوالي مليونين وثمانمائة ألف مسافر مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020 بحسب بيانات المركز الوطني للحصاء والمعلومات أهلا بكم من جديد أعلنت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية افتتاح أول طريق بري يربط بينهما بطول أكثر من 700 كيلومتر عبر صحراء الربع الخالي البلدان وقع عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش زيارة ولي العهد السعودي للعاصمة مسقط ترحيب عماني سعودي بافتتاح أول طريق بري يربط بينهما عبر صحراء الربع الخالي جاء ببيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة العمانية مسقط البيان الذي أشاد بجهود أوبيك بلس والتي أدت لاستقرار وتوازن أسعار النفط مؤكدا رغبة مسقط والرياض زيادة التعاون الاقتصادي وسيسهل الطريق البري حركة المسافرين والبضائع بين البلدين ويقلل مسافة السفر بحوالي 800 كيلومتر الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة البينية بين السلطنة والمملكة اليوم هناك مثل ما أسلفت ميز نسبية المملكة العربية السعودية مثل صناعة البتركمويات وصناعة الغذاء ومجالات أخرى متعددة أيضا هناك تكامل مع سلطنة العمان في قوتها البشرية في موقعها الاستراتيجي اليوم نجد أنه ميناء الدقم هذا فرصة هائلة وكبيرة اليوم للاستثمار فيه أعتقد أنه اليوم التعامل التجاري بين المملكة العربية السعودية اليوم وسلطنة عمان 11 مليار ريال أنا أعتقد أنه سوف نتجاوز هذا المبلغ برقم كبير بإذن الله ورأيناها الآن في هذه الاتفاقيات اللي كانت بمليارات الدولارات كل هذه سوف تضاعف إن شاء الله النشاط الاقتصادي أيضا هدفنا أنه يكون سلطنة عمان تكون الشريك الاقتصادي رقم واحد في المنطقة بإذن الله وهذا ليس بعيد برغبة وإرادة القيادتين وأيضا تطلع القطاع الخاص ورغبة الشعبين الشقيقين شهدت مصقط توقيع مجموعة من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العماني والقطاع الخاص ونظيراتها من الشركات السعودية على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ 30 مليار دولار في قطاعات تشمل مجالات الاستثمار والسياحة والبتروكيماويات والطاقة هذه تعتبر اتفاقيات جميلة تحدث على هامش الزيارة لولي العهد الأمير صاحب السمو محمد بن سلمان الله يحفظه ونحن فخورين أن يكون متواجدون معنا الآن في هذه الزيارة الطيبة أحداث تاريخية مثل هذه اتفاقيات بهذا الحجم أتمنى لجميع التوفيق بإذن الله تعالى ونحن مصرين وعازمين للمضي قدما لإيجاد هذه الاتفاقيات أن ترى النور على أرض الواقع بإذن الله تعالى مثل ما بدأنا سننهي هذه الرحلة وإن شاء الله المزيد القادم أيضا بين الدولتين الشقيقتين وتمنى التوفيق للجميع بإذن الله ففي قطاعية البتروكيماويات والطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر وقعت مجموعة أوكيو ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة أكوا باور السعودية وشركة إبربرودكت والثانية في مجال تخزين النفط مع شركة أرامكو والأخيرة مع شركة سابك لتطوير مشروع مجمع الدقم للبتروكيماويات أيضا في توقيع مذكرة التفاهم اليوم لبناء مشروع للهيدروجين الأخضر وكما يعلم الجميع اليوم الطاقة الخضراء هي الطاقة المستقبلية والسلطنة حباها الله بقدرات وإمكانيات جدا ممتازة في الطاقة المتجددة التي سيكون لها إثر إيجابي في دخول الهيدروجين الأخضر للسلطنة ونجاحة وتكون بإذن الله السلطنة من أيضا الممردين والمنتجين والمصدرين الأساسيين في الطاقة إن شاء الله الخضراء وهي الهيدروجين الأخضر فإحنا سعيدين مع شركة أير برودكت الأمريكية هم شركانا ويعني اليوم إحنا سعيدين مع شركانا في عمان لتمكين بإذن الله نقل التقنية وأيضا أنه يكون إن شاء الله عمان من الدول التي بإذن الله ستجذب أيضا صناعات كبيرة لصناعات خضراء وفي مجال الحوض الجاف والخدمات اللوجستية والنقل البحري وقعت مجموعة أسياد مذكرة تفاهم مع شركة النقل البحري السعودية ووقعت شركة تنمية معادن عمان مذكرة تفاهم مع شركة معادن السعودية لتقييم فرص الاستكشاف والتطوير في قطاع التعدين بينما وقعت مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار السياحي بين مجموعة عمران وشركة دار الأركان للتطوير سيطور المشروع إن شاء الله في وحدات سكنية معظم وحدات سكنية تقريبا سيكون جزء صغير فقط للجانب السياحي ومعظم الوحدات ستكون سكنية المشروع تقريبا مدة الزمنية متوقع بحدود العشر سنوات سيكون هناك إن شاء الله خلال هذه العشر سنوات استثمارات في هذا المشروع بحدود الست مليار كما شملت الاتفاقيات مجالات النفط والغاز والاستزراع السمكي والأسواق المالية وتقنية المعلومات وريادة الأعمال وتوقيع عقد بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة ناقل إكسبرس لإقامة مجمع لوجستي للشركة في مدينة خزائن هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة لشركة ناقل التي تقدم خدمات لوجستية متكاملة في سلطنة عمان الحبيبة وهذا قرار استراتيجي لشركة ناقل للتوسع في جميع دول الخليج وخصيصاً سلطنة عمان عندنا خطة توسعية متكاملة إن شاء الله خلال السنوات القادمة كذلك حجم الاستثمار في المرحلة الأولى في خزائن؟ كمرحلة أولى حجم الاستثمار ثلاثة مليون ورح يزيد الاستثمار هذا مع توسع انشطة الشركة إن شاء الله وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وقعت بدورها مع نظيرتها السعودية على مذكرتي تفاهم في المجالات التجارية والتقييس والمواصفات كما وقع البلدان اتفاقية في مجال الإعلام وعلى هامش زيارة ولي العهد السعودي لمسقط عقد مجلس الأعمال العماني السعودي اجتماعه الثالث هذا العام واتفق الطرفان على تشكيل ست لجان تواكب رؤيتين البلدين المستقبليتين تسريع وطيرة العمل المشتركة هم ما ركز عليه مجلس الأعمال العماني السعودي في اجتماعه الثالث هذا العام والمتزامن مع زيارة ولي عهد المملكة إلى السلطنة المجلس خرج بالاتفاق على تشكيل ست لجان قطاعية تشمل مختلف المجالات الاقتصادية المستهدفة في البلدين طبقا لرؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 فرص كثيرة للجانب السعودي في صلقناة عمان منها الصناعة وخصوصا البتروكيمويات والكيمويات المتخصصة صناعة الأسماك الصناعة القذائية الاستثمار السياحة كذلك الإنشاءات والاستثمارات العقارية كذلك صناعة التعديل التفاؤل كان عنوان المشاركين في المنتدى الذي عقد بعد اجتماع المجلس مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية في البلدين وأكد رجال العمال من الجانبين أهمية الخطوات المتخذة لدعم أدوار المجلس في ظل ما يشهده العالم من تحديات وفرص جديدة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعة والحركة التجارية والطاقة فرصة كبيرة للاستثمار بين المملكة والسلطنة بما تزخر به المملكة من مشاريع الملاقة وأيضا استثمارات كبيرة وأيضا بما يوجد في السلطنة من مقومات استثمارية يستطيع المستثمر السعودي أو المستثمر العماني أن يستغل هذه الفرص الموجودة بالموقع السلطن الاستراتيجي على بحر العرب وأيضا وجود المقومات التي تساعد الاستثمار بينها الدولتين وتسعى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية إلى تطوير التعاون الاقتصادي بينهما والدخول في المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة في ظل توفر الإمكانيات الكبيرة للبلدين المدعوم بموقعهما الاستراتيجي ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة صندوق السيادي للمملكة استثمار خمسة مليارات دولار في سلطنة عمان فاصل قصير ونعود إليكم في عين على عمان لنتابع حملة وطنية لتشجيع شراء المنتجات المحلية في أسواق السلطنة هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو افتتحت شركة تنمية نفط عمان مشروع جبال خف ثاني أكبر مشاريع الشركة وأكثرها تعقيدا بقدرة إنتاج تبلغ خمسة ملايين متر مكعب من الغاز وقرابة العشرين ألف برميل من النفط يوميا مليارين وستمائة مليون دولار تكلفة مشروع جبال خف أحدث مشاريع شركة تنمية نفط عمان وثاني أكبر مشاريعها بعد مشروع رباب هارويل من حيث التكلفة الاستثمارية المشروع الجديد يشتمل على محطة لإنتاج النفط والغاز تعد أقرب لأن تكون نصفاتا منها كمحطة إنتاج تقليدية وينتج المشروع يوميا خمسة ملايين طن مكعب من الغاز وقرابة العشرين ألف برميل من النفط الخام ومائتين وخمسة وثلاثين طن من الكبريت نفتخر بما سمعناه من دور الشباب العماني من دور المهندسين والفنيين والأخصائيين العمانيين نفتخر بنظام السلامة بما حققه الفريق متكاملا لمدة أكثر من خمسة أعوام لإنجاز هذا المشروع هذا المشروع طبعا نفتخر به كذلك كونه رافدا كبيرا للاقتصاد العماني ويحقق رؤية عشرين واربعين التي يقود دفتها ملايحة للصاحب الجلالة نسأل الله تعالى أن يمنع على عمان بمزيد من هذه المشاريع الضخمة وأن يكون شباب العمانيين دائما وأبدا عند حسن الظن وأن يكونوا يقود دفة إدارة وإنجاز مثل هذه المشاريع عملنا معا لأكثر من ست سنوات مع شركائنا لإنجاز هذا المشروع نجحنا خلالها في التعاقد مع شركات محلية بمستوى عال جدا في أعمال البناء والتوريدات جبال خف شارك في بنائه أكثر من عشرين ألف شخص ونسبة كبيرة من العمانيين من ذوي المهارات العالية هذا المشروع نجاح عظيم جدا للشركة ولسلطنة عمان ويضم المشروع الذي يمتد على مساحة أكثر من كيلو متر ونصف ثلاثة وثلاثين بئرا لإنتاج النفط والغاز تتصل بالمحطة الرئيسية لشبكة أنابيب تمتد بطول مائة وثمانية وتسعين كيلو مترا ومحطة لتوليد خمسة واربعين ميجا واط من الكهرباء ملحق بها وحدة إعادة استخدام الحرارة لإنتاج البخار المطلوب لعملية إنتاج الكبريت السائل هو بلا شك إضافة لمعدل الإنتاج العام إنتاج السلطنة من النفط الخام ومكثفات الغاز يبلغ فوق المليون برميل وهذا إضافة إلى هذا الرافد الإقمالي وكذلك إنتاج الغاز بلا شك معظم الغاز المنتق من هذا المشروع سيوقه إلى استخدامات شركة تنمية نفط عمان حيث أن الشركة تستخدم كميات كبيرة من الغاز في توليد الطاقة الضرورية لمتابعة عمليات الإنتاج وكذلك لتوليد البخار لاستخلاص النفط المعزز فمنتق من هذا المشروع بلا شك سيصب في كل هذا الروافد وسيقوي الاقتصاد الوطني سواء كريع مباشر أو فيما سبق في مرحلة إنشاء المشروع كتشغيل لكثير من الشركات المحلية تشغيل لكثير من الشباب العمانين في كافة الفئات كفنيين كمهندسين تنمية نفط عمان حرصت عند تنفيذ المشروع على القيمة المحلية المضافة في جبال خف والتي تخطت 300 مليون دولار وركزت على الاستثمار في الشباب الذين أسهموا بكفاءة في إنجاز المشروع تستمر حملة صنع في عمان والتي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمدة شهر دعما للمنتجات العمانية بالتعاون مع عدد من المؤسسات التقينا مع سيف المعمري المدير العام المساعد للمديرية العامة لترويج الاستثمار للصادرات للتعرف على أهداف هذه الحملة تأتي هذه الحملة بالتزامن مع العيد الوطني الواحد والخمسين المجيد وزيادة الوعي والتثقيف المجتمعي في أهمية اقتناء وشراء المنتج الوطني ما هي أهم الأهداف التي تأتي مع هذه الحملة؟ في الحقيقة لدينا الكثير من الأهداف في هذه الحملة منها زيادة التنوع الاقتصادي كذلك رفع الميزان التجاري حالي للبلد كذلك نمو الجانب التصنيعي كذلك عندنا أيضا من أحد المرتكزات المهمة في هذا القطاع هي زيادة سلاسل التوريدات كذلك أيضا زيادة حصص الإنتاج وكذلك أيضا نشر ثقافة شراء هذه المنتجات الوطنية من أجل التوسيع أيضا دائرة الصناعة في البلد ما هي فروع المنتجات التي تشمل هذه الحملة؟ هل تقتصر على المواد الغذائية أم هناك مواد أخرى؟ حقيقة الأمر لدينا الكثير من المنتجات العمانية التي أيضا لها سمعة طيبة في السوق المحلي وكذلك في الأسواق العالمية إذا قينا ننظر اليوم إلى المنتج العماني لا نجد المنتج العماني فقط في الأسواق المحلية إنما أصبح ينافس في الأسواق العالمية لدينا الكثير من المنتجات الوطنية الآن أصبحت ذات جودة عالية وذات تنافسية أيضا عالية في الأسواق العالمية وما يقتصر وجودها أيضا على مواد الغذائية إنما في كثير من القطاعات منها البلاستيك منها أيضا المعادن منها كذلك الأحجار والرخام منها كذلك أيضا المواد الغذائية مثل ما أسلفت الكثير من المنتجات العمانية التي الآن تنافسية كثير في الأسواق العالمية استاذ سيف كيف كان يعني التجاوب من الشركاء الحكوميين وأيضا من الشركاء من القطاع الخاص لدعم هذه الحملة حملة صنع في عم coalition لله الحمد والشكر فيه تجاوب كبير من شركاءنا على مستوى القطاع الحكومي وكذلك على مستوى القطاع الخاص الحمد لله عندنا شركاء أيضا ذا أهمية عالية في هذا المساء عندنا غرفة تجارة وصناعة عماني اليوم حاضرة في هذه الحملة كذلك عندنا هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضا عندنا المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والكثير من رجال العمال عندنا المنصات الإلكترونية عندنا أيضا بعض المجمعات التجارية التي نعول عليها أيضا في هذه الحملة المنتج العماني مثل ما أسلفت يعني هو منتج ذا جودة عالية لكن هل هناك يعني عزوف من المستهلك على اقتناء المنتجات العمانية وبالتالي جاءت هذه لها هو ليس يحتاج أن نفند كلمة عزوف وإنما هي المستهلك العماني يعي بأهمية هذه المنتجات ولكن نحن نسعى من خلال هذه الحملة لزيادة مستوى الوعي لدى المستهلك سواء كان المقيم أو حتى المواطن لزيادة الاستخدام في اقتناء هذه المنتجات الوطنية برنامج توازن اقتصادي على غرار برنامج التوازن المالي هو أهم ما أوصى به مؤتمر التحفيز الاقتصادي في سلطنة عمان والذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية العمانية برنامج توازن اقتصادي على غرار برنامج التوازن المالي واستحداث منصات أعمال ذكية أهم توصيات مؤتمر التحفيز الاقتصادي الذي انطلق بهدف تقديم مبادرات لتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات العمانية لدول المنطقة والعالم وأشار المؤتمر في توصياته داع عادة تقييم ومراجعة البرامج ذات العلاقة بالنشاط والنمو الاقتصادي لمعرفة مدى انسجام السياسات والقرارات الحكومية مع السياسات العامة نتائج الحوافز السابقة كانت طبعا متفاوتة هناك حوافز كان لها أثر ملموس وإيجابي كان هناك حوافز أخرى دون تطلعات القطاع الخاص ولكن نحن من خلال مؤتمرنا اليوم نطمح إلى أن يكون هناك في الحزمة القادمة يعني تكون الحزمة الجديدة تلامس بشكل أكبر التطلعات التي يطالبها القطاع الخاص هذا المؤتمر يعقده فرع الغرفة في مسندم مع الجمعية الاقتصادية العمانية بعد مرور تسعة أشهر فقط من اعتماد مجلس الوزراء لخطة التحفيز الاقتصادي في سلطنة عمان لمتابعة الأثر الاقتصادي للحوافز الحكومية ورحلة التعافي للاقتصاد الوطني التي عززها ارتفاع أسعار النفط وسط حضور كثيف من شركات القطاع الخاص ومشاركة كبيرة من القطاع الحكومي المؤتمر يحمل في طيائته الكثير من التوصيات التوصيات متعددة تتعلق بخفض السعر الفائدة يكون هناك ولوج إلى رأس مال أرخص كذلك تحسين بيات الأعمال التسريع من التحاول الإلكتروني وليس فقط أتمتة الإقراءات هناك توصيات تتعلق بإعادة هندسة الإقراءات الحكومية تكون أكثر فاعلية وأكثر سهولة المؤتمر ناقش بتعمق السياسات النقدية إلى الأثر الاقتصادي للسعر الفائدة وبيئة الأعمال والاستثمار والتغلب على البيروقراطية وحوكمت القرارات مع التكاملية بين السياسات العامة خلال هذه الفترة كان هناك ارتفاع كبير في الضرائب في الرسوم في القيمة المضافة على بأذونيات العمل على وسائل الإنتاج النفط البترول الكهرباء هذا كلها حوامل التي لا تحفز الاقتصاد ولا تشجع على مجيء الاستثمارات فلابد في الأخير إيجاد نوع من التوازن بين الحسابات الخطوات المالية والمحاسبية والخطوات الاقتصادية حتى لا شيء يلغي الشيء الآخر وهذا موضوع طبيعي يعني لا بد منذ البداية تكون الهداف واضحة وأكد المؤتمر في ختام أعماله أهمية إنشاء برنامج إلكتروني لمحاكاة الرسوم والضرائب والحوافز الاقتصادية ومحاكاة التأثيرات المحتملة قبل إقرار أي رسوم أو حوافز جديدة وفي السياسات المالية قدم المؤتمر مقترحاً لتخفيض الفوائد على الوداع لحث المودعين على الاستثمار في مشاريع إنتاجية وبالتالي تتمكن البنوك من خفض فوائد القروض وطالب أصحاب الأعمال باستحداث آلية لدفع المتأخرات الحكومية للقطاع الخاص من خلال إصدار سندات أو سكوك قابلة للدفع خلال فترة محددة هكذا مشاهدين وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من عين على عمان نلتقيكم في الأسبوع المقبل إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية أمجاد القابضة تأسست لتنمو ترجمة نانسي قنقر